التمرين الخامس من تمرين الوطر التاني هو التمرين اللي قدامنا دوت لو بصينا على التمرين ككل هنلاقي علامة جديدة وهي علامة الزجزاج ديت دي اول علامة من علامات السكتات اللي احنا هناخدها وسكتة معناها ان الجتار بتاعي هيسكت مش هيعزف حاجة لزمن نور لان دي سكتة نور سكتة نور معناها ان انا هسكت جتاري زمن خطة واحدة ما يطلعش الصوت والموضوع منطقي شوية لان الميزان عندنا في المزورة دي او في المقطوع دي كان اربعة اربعة يعني كل مزورة كان فيها اربع نورات او اربع خطات المزورة رقم اربعة لقيت عندي تلات نغمات معزفين واحد اتنين تلاتة وبعدين رمز السكتة دي فبالمنطقة لان السكتة دي زمنها واحد خطة واحدة يبقى دي سكتة النور وبتكرر تاني في المزورة رقم تمانية غير كده بقيت النغمات كلها ماشية بزمن النوار وهما الست نغمات بتوعنا هنشتغل عليهم كمان مرة طيب نسمع التمرين مرة وبعدين نبدأ نحلله مع بعض موسيقى موسيقى ده كان صوت التمرين نلوقتي هنبدأ نعزفه مع بعضين او نبدأ نرى مع بعضين اول مزورة عايز مننا نغمة نغمة ال سي بعدها ال جي بعدين ال بي بعدها ال جي اه انا سبت صباعي رقم تلاتة على نغمة ال جي ممكن اعرف اعزف اول مزورة من غير ماشية الاول صباع دوت او لو الطريقة دي مش هتريحك ممكن اعزفها عادي نغمة نغمة اه هعزف الاول نغمة اللي هي نغمة السي بالصباع الاي في ايدي اليمين والجي بالام البي بالاي والجي بالام وبعدها هارجع عازف ال سي وبعدها ال جي اي و ام برضو لحد هنا انا ما كنتش محتاج ان انا اشيل صباعي التالت من على نغمة ال جي لان جي اتكررت ثلاث مرات والثلاث نغمات التانين كانوا على الوطر التاني بعد كده عندي ال اف وال اي على الوطر الاول ال اف هنجيبها بالصباع الاول وال اي اوبن سترين وبعدين نفس المزورة هي هي بتكرر بالزبط المزورة التانية اتكررت في المزورة التالتة سي جي اف اي المزورة الرابعة دي اي اف اس واس هي الطريقة اللي بندق بها السكتة وزمن الاس هيبقى زمن خبطة واحدة يعني لو نسمع المزورة دي الوحدة هتبقى اس كمان مرة دي اي اف اس ونكمل بعد كده المزورة الخامسة او بداية السطر التانية هتبقى بي اف بي اف ممكن برضو اثبت صباعي على الفريت الاول بتاع البطر الاول اللي هو نغمة ال اف واعزف ال بي بال اي ال اف بال ام اي ام اي تاني على نغمة ال بي على الوطر التاني اف زي الوطر الاول بس المرة دي غيرنا النغمات الجي حطناها اف وبعدها اي دي في بقية المزورة اي ودي المزورة السبعة جي جي اف دي والمزورة التامنة والاخيرة هي اي دي سي اس او سكتة نوار وزي ما اتفقنا دايما ما بنحفظ الموازير على قد بس ما بنقراها مرة الاول بنشوف ايه لفين النقلات او فين العلامات الجديدة لكن وانا بعزف انا ايدي على الجتار وعيني على النوتة بقرة وانا بعزف فنفس الوقت اشتركوا في القناة